من هو الله؟ هل سألت نفسك هذا السؤال من قبل؟ ما هي طبيعة الله؟ وما هي صفات وأعمال؟ وهل الله في الإيمان المسيحي كما هو معلم في الكتاب المقدس وفي شخص يسوع المسيح يختلف عن الله في الإسلام؟ ده موضوع حلقة اليوم وده موضوع مهم جدا جدا لنا نحن نتعرف عليه فتابعونا في هذه الحلقة اشتركوا في القناة مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم موضوع مهم جدا ومش ممكن أبدا نشبع من الكلام عنه وهو عن شخص الله الله من هو؟ وكيف لنا أن نعرفه؟ وده سؤال في غاية الأهمية بل مفروض يبقى هو قصد الإنسان أنه يعرف مين هو الله وأنه يقيم علاقة مع الله لكن هناك لا واحد حقيقي والبقية كلها مما يدعون أنه الله هي كلها خداع وتزيف فمن هو الله الحقيقي؟ في واعز خدم في كنيسة نيو بارك في سنة 1855 كتب هذه الكلمات الجميلة قال إنه أعلى علم وأسمى تأمل وأعظم فلسفة والتي يمكن أن تلفت انتباه أحد أبناء الله لهم المؤمنين على الإطلاق هو اسم وطبيعة وشخص وعمل وأفعال ووجود الإله العظيم الذي يدعوه المسيحي أبا ده أعظم شيء أعلى علم وأسمى تأمل وأعظم فلسفة إنه الإنسان يعرف شخص الله ويعرف طبيعته وعمله ووجوده لأن هذا الإله هو الذي يدعوه أباه أبانا الذي في السماوات وعش كده مهم لنا في وسط عالم مليان بالتعليم الزائفة وفي وسط عالم مليان بمن يدعونا أن الله الذي يتبعه هو الإله الحقيقي أن نقف مع كلمة الله ومع إعلان الله في شخص يسوع المسيح لنعرف من هو الرب من هو الله هناك أراء مختلفة عن شخص الله والعالم مليان أفكار مختلفة هذه الأفكار حاولت أن أنا ألخص بعضها في هذا الدياجرام أو هذه الصورة أراء مختلفة عن الله البعض بيقول أن الله غير مجود بيش حاجة اسمها الله الله ده اختراع من اختراعات الإنسان وهم من وهم الإنسان عشان كده شاريز دوكنز قال في كتابه أنه سمى الكتاب وهم الإله وعش؟ أنه ده مجرد وهم الإنسان اختراع وهم لكن الله غير موجود لكن طبعا هذه الحقيقة حقيقة وجود الله لا يمكن الإنسان عاقل أبدا أنه ينكرها فالله أعلن عن نفسه ويعلن عن نفسه والله موجود الفئة الثانية قالت أه الله موجود بس الله مجرد عبارة عن شخص يعني إحنا ما نعرفهش لا نعرف صفاته ولا نعرف أعماله بعيد عننا منفصل عننا وهي مجموعة بنسميها يعني لا قدرين وهل الله موجود بس احنا ما نعرفش عنه كتير كويس أو ما نعرفش شخصه موجود لكننا لا نعرفه وهم نوستلسيزم كويس الفئة الثالثة الفئة الثالثة بتقول الله موجود لكن الله والطبيعة والعالم كيان واحد يعني الله ليس منفصلا عن العالم الله في الشجرة الله في الإنسان الله في النهر الله في الشمس الله في الأمر الله متداخل أو موجود في وحدة وتداخل تام في الجوهر مع العالم طبعا هذا الفكر غير صحيح ولا تماشى مع كلمة الله اللي بتقول لنا في البدء خلق الله سماوات والأرض فالله عالي ومتسامي ومنفصل عن الخليق بل هو الذي أوجد كل المخلوقات بكلمة قال فكان وأمر فصار فئة الرابعة بتقول الله مجرد قوة محركة لكن دون ذات هو زي كده يعني ريح قوة موجودة بتحرك الأشياء لكن الله ليس له ذات وأيضا هذا الفكر فكر مرفوض من وجهة نظر الكتاب المقدس فكرة الأخيرة أو الحقيقة الأخيرة أن الله كائن له ذات الله موجود الله كائن الله له ذات الله منفصل عن الخليقة الله فوق الخليقة متعالي متسامي الله هو الذي أوجد كل الأشياء الله أعلن عن نفسه ولهذا نستطيع أن نعرفه الله ليس اختراع من اختراعات الإنسان لكن الله هو الذي أعلن عن الإنسان وهو الذي خلق الإنسان وعندما خلق الإنسان نفخ فيه نسمة حياة فجوى الإنسان جزء من الله أن يدرك هذا الإله الحقيقي السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه لكن أنا يهمني النهاردة أجاوب على سؤال ما هو الله ما هو إيه طبيعته إيه جوهره ودي نقطة في غاية الأهمية في الإيمان المسيح نحن كمؤمنين نعرف إيه طبيعة الله إيه هو جوهر الله كويس؟ لأنه ده يساعدنا أن نحن يعني نفهم كيف أعلن الله لنا عن نفسه وكلنا هقوله النهاردة ليس من اختراع إنسان كلنا هقوله ده معلن في كلمة الله كلنا هقوله النهاردة معلن في كلمة الله وأعلنه لنا أيضاً الرب يسوع فما هو الله؟ إيه التعريف اللي نحطه وإحنا بنعرف الله ده تعريف إكرار الإيمان وستمانستر وده من أجمل وأروع التعريف المسيحية اللي تحطت لكي ما تعرف لنا من هو الله أو ما هو الله قال إيه؟ بيقولنا الله هو روح دي حقيقة هنأكد عليها ونشوف قد إيه هذه الحقيقة الجوهرية في الإيمان المسيح الله هو روح غير محدود وأبدي وغير متغير في جوهره وحكمته وقدرته وقداسته وعدله وصلاحه وحقه جميل هذا التعريف يعني شامل ومانع في نفس الوعد لأنه بيقولنا حقائق مهمة جداً عن مين هو الله إيه هي طبيعته؟ هو روح لكنه غير محدود وده اللي بيجعل الله مختلف عن الملائكة الملائكة أرواح لكن الملائكة محدودة مخلوة كويس؟ الله روح غير محدود وأبدي قبل أن يوجد الكون الله كان موجود والله غير متغير لا يغير الزمن ولا يغير الظروف هو هو أمس واليوم والأبد غير متغير في جوهره غير متغير في حكمته غير متغير في قدرته غير متغير في قداسته غير متغير في عدله وصلاحه وحقه ده الحقيقة اللي بنعرفها من كلمة ربنا كويس؟ ده الإله كما أعلن هو عن نفسه لينا في الكلمة المقدسة طيب الله أعلن عن جوهره بتلت أعلانات في العهد الجديد جوهر الله ودول إعلانات مهمة جدا 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 ومهم جدا لنا نحن نعرفهم ونفهمهم جوهر الله هذه الإعلانات هي أول حاجة أن الله روح وده قاله لنا الرب يسوع في يوحن 4 الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجده ونشوف يعني إيه الله روح بس ده أول حقيقة بيعلنها عن جوهر الله أنه روح الله أيضا محبة الله محبة والله نور وليس فيه الظلمة البتة فالله روح الله محبة والله إيه نور دول ثلاث حقائق مهمين جدا عن طبيعة الله عن جوهره كويس ولابد أن نحن نفهم هذه الأمور لأنها أساسية في إيمان المسيحي لما يجي مثلا الله روح والله محبة والله نور هذه ليست مجرد صفات بل هذه تمثل طبيعة الله جوهر الله جوهر الله وطبيعة الله أخذ أول حقيقة الله روح ماذا نقصد عندما نقول أن الله روح وماذا قصد الرب يسوع عندما قال أن الله روح الرب يسوع قال الحقيقة دي في يوحن أربعة وقالها في كلامه مع المرأة السامرية والمرأة السامرية كانت بتقوله أنه لما يأتي المسيح هنعرف في أي مكان ينبغي لنا أن نسجد كويس وهي ربطت السجود بالسامرية من مدينة السامرية ورب يسوع قال لها فنفعش تربطي السجود لله بمكان لأن الله موجود في كل مكان الله لا يحده مكان كون أن الله روحا فليس محدودا الله ليس مادة ليس جسد لا يحده مكان الله روح وعش كده هذه الحقيقة حقيقة كون الله روحا وليس مادة هذه الحقيقة بنيت عليها أيضا حقيقة أن الله غير محدود وبنيت عليها أيضا حقيقة أن الله أزلي أبدي وبنيت أيضا عليها حقيقة أن الله موجود في كل مكان وعش كده حتى الرب يسوع في نهاية إنجيل متى لما اتكلم مع التلاميذ وقالهم هو أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر كل الأيام إلى انقضاء الظهر طب فين في أنهي مكان في أي مكان أنا هكون معاكم إن اجتمع اتنين أو تلاتة بإسمي هناك أكون في الوسط فأنهي مكان يا رب الملهاش مكان إن اجتمعوا في البيت إن اجتمعوا في الشرق إن اجتمعوا في الغرب إن اجتمعوا في سجن إن اجتمعوا في سفينة في عمق المحيط إذا اجتمعوا في أي مكان هناك أكون في الوسط كون أن الله روح الله روح هذه الحقيقة جوهرية ليه؟ لأن هذه الحقيقة كون أن الله روح يعني أن الله ليس ماديا مش مادة مش ماتيريال وليس جسديا وليس مكونا من أجزاء يمكننا أن تفكيكها وأعادي تركيبها مش الله هتقول لي بس يا أسيس أشرف وإحنا بنقرأ في كتاب مؤدس بنقرأ عن إياد الله بنقرأ عن عين الله أقول لك آه صح بنقرأ كل ده وكل ده موجود إنه أخراجهم من مصر بذراع قديرة إنه عيني الرب تجولان كل هذه الأوصاف هذه الأوصاف بيطلق عليها كلمة أنثرو بومورفيزم بمعنى إيه؟ بمعنى أنها إنه بيستخدم تشبيهات إنسانية ليعبر بيها عن الله كويس بمعنى أنا مقدرش أفهم يعني إيه الله قدير لكن أفهم من حيث الإنسان إنه يد الإنسان هي تعبير عن القدرة يده تعبر عن القدرة كويس الإنسان بيصارع بيده الإنسان بيشيل أشياء بيده الإنسان بيقدر يدافع عن نفسه بيده الإنسان بيصنع أشياء عجيبة بيده صح؟ فالله استخدم هذا الفهم الإنساني ليعبر بيه عن قدرته فييد الله تشير إلى قدرة الله وعين الله تشير إلى معرفة الله فهذه الأوصاف هي ليست أوصاف مادية جسدية زينا لكنها أوصاف من الإنسان لكي ما يستخدمها الله يعبر بيها عن قدرته وعن معرفته الكلية فليم يقولون أن عيني الله تخترقان أسطار الظلام الإنسان يقدر يشوف بعينه لكن هل الله له عين الله روح هل الله له يد وإذا كان الله له يد طب طول هد إيه طيب بعضلات ولا مش بعضلات الله ليس مادة الله روح كون الله روح بمعنى أنه الله ليس مادة ليس جسديا وليس مكون من أجزاء يمكنهم تفكيكها وعادة تجميعها معا ودي حقيقة في غاية الأهمية هنا مثلا فكرة أن الله روح لا يعرفها الإسلام الإسلام لا يعرف أن الله روح هو عند المسلم الله ليس له لا تستطيع أن تشبهه بشيء طب هو طبيعته إيه ما يعرفش يجاوب ما يعرفش الطامة الكبرى الطامة الكبرى أنه تجد أنه بيقولك أنه العرش عرش الله اللي هو الله متكئ عليه كويس يحمله ثمانية وكانوا بيحط حدود مهما مهما نتكلم الكتاب بلغة بشرية عن الله لكن هذه اللغة ليست فعلية إن الله مادة ما الكتاب بيكلم عن عرش الله كتاب بيكلم عن ورأيته سيد الرب جالسا دي رؤية شافها أشعياء لكنها ليست هي تعبير مادي عن الله دي رؤية لكن عرش يحمله ثمانية بتعندك مشكلة كبيرة مهما كانت قوتهم ومهما كان كترهم ومهما كان حجم العرش أكيد له بداية ولا هونهاية وكأنك حطيت لله بداية ونهاية حطيت الحدود في الإسلام لا يعرف أن الله روح الإسلام لا يعرف أن الله روح هو يؤمن أن الروح هي من خلق الله ولا ينبغي أن نقول أن الله روح نسمع مثلا الفيديو ده هل الله روح وهل نفخ من روحه ليحيي دم لا الله سبحانه وتعالى ليس من صفاته أن له روح يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ورد أن الله سبحانه وتعالى له روح يا أخي ما نتري لا تسألنا عن شيء ما ورد في الكتاب والسنة أنا لنهيتكم كم مرة لا تجبون تحدثون أشياء غير موجودة في الكتاب والسنة الروح ليست من صفات الله جل وعلا لكنها خلق من مخلوقاته سبحانه طيب الروح خلق أنا أؤمن أنه الملائكة خلق كويس ملائكة مخلوقة وهي كائنات روحية لكن طبيعة الله هو يقول لك ما ينفعش نحن نقول عن الله أنه روح ما ينفعش طب إيه طبيعته ما أقدم لكش إجابة الله في الإسلام مبهم مبهم أوقات يعرف بالسلب بالنيجاتيف يعني صفات النيجاتيف الصفات السلبية هي اللي تعرف بها الله لكن هل هي طبيعته إيه هل الله روح ولا مش روح هو يقول لك الله خلق الروح طب هو هو نفسه إيه هو نفسه إيه ما تلاقيش إجابة وتلاقي بعض المفسرين يعني أشوف فيديو تاني بيحاول أن يقول لك أنه هناك تكسيم لله جسما لله يعني اسمع مساء معروف أن آئمة السلس مطبقون على أن الله ليس جسما وأنه منزه عن الجسمية لكن انظر ماذا يقول ابن تيمية لو أردت بالجسم الموجود أن الله موجود يعني في مكان وأنه يشار إليه هذا هو الله وتقوم به الصفات فيه وجه وعين وساق ورجل وقدم وهذا المعنى انظر ابن تيمية هذا كلامه هو ليس كلامي أنا هذا المعنى الذي قصدت يعني أيها الأشعري نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول يا سلام يعني أن تقول أن الله جسم موجود ويشار إليه بالأصبع وبه صفات تقوم به هذا الجسم الذي عند ابن تيمية يقول هذا المعنى الذي قصدت نفيه أيها الأشعري والما تريد هذا المعنى ثابت صحيح بصحيح المنقول وصريح المعقول يعني النقل والعقل يقولون ربنا جسم وأنت لم تقم دليلا على نفيه ليس عندك دليل على أن الله ليس جسما دي مصيبة الله جسم مدام جسم يبقى محدود مدام جسم أي جسم له أبعاد له حدود مهما كانت هذه الحدود كبيرة لكن له حدود له بداية وله نهاية ودي الورطة اللي بيع فيها المسلم أنه ما عندهش أن الله روح طبيعة الله نفس هو ما يعرفه أما الرب يسوع فقد أخبرنا أن الله روح الله طبيعته طبيعة روحانية ولأنه روح فهو غير محدود ولأنه روح موجود في كل مكان ووجود الله في كل مكان ليس وجود جزئي يعني مش لأن الله روح كبير زي ما البعض بيتخيل فموجود مثلا جزء منه في مصر وجزء منه في أمريكا لا 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 هو الله روح موجود بالكامل في كل مكان بكماله هذه الحقيقة تفصل الإيمان المسيحي عن غيره إن الله روح الله روح أي أنه بدون جسد أو أعضاء أو انفعالات نعم زي ما قرأته كده ونشرحها الله روح أي أنه بدون جسد فهو حر من كل المحدودات الظرفية وهو كلي الحضور ده ده أبسط التعريف لما قولنا أن الله روح يبقى حر من الجسد بدون جسد وهو حر من أي أمور تحده ولأنه روح فهو كلي الحضور يعني أعرى لحضراتكم جزء مهم يمكن مش موجود على الشاشة بس خليني أقرأ لكم مذكور في سفر المزامير في مزمور مهم أوي كلم عن الحقيقة دي كويس وهو مزمور مية تسعة وثلاثين يقول داودي يا رب قد اختبرتني وعرفتني أنت عرفت جلوسي وقيامي فهمت فكري من بعيد مسلكي ومربدي زريت وكل طرقي عرفت لأنه ليس كلمة في لساني إلا وأنت يا رب عرفتها من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيعها أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب إن صعدت إلى سماوات فأنت هناك وإن فرجت في الهوية فها أنت إن أخذت جناحي الصبح وسكنت في أقاص البحر فهناك أيضا تهدين يدك وتمسكن يمينك فقلت إنما الظلم تخشاني فالليل يضيء حولي الذلم أيضا لا تظلم لديك وليل مثل النهار يضيء كالذلم هكذا النور أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب أنت موجود في كل مكان الذي يجعل الله موجود في كل مكان أن طبيعة أنه روح الله روح ليس له كسد ولا تحده ظروف أو مكان دي أول حقيقة دي أول حقيقة طيب لما أقول لنا الله روح أي أن الله بدون أعضاء الجسد مكون من أعضاء جسد عشان يبقى جسد لازم يبقى له العين منفصلة عضو المخ عضو العين عضو كل مكون من أعضاء الله ليس مكون من أعضاء وزي ما قلت أنه التشبيهات فكرة المؤدسة هذه التشبيهات هي بس لتوضيح صفات فالله قدرة الله ولما يقول الكتاب يد الله بيكلم عن قدرته ولما يقول الكتاب أنه عين الله بيكلم عن معرفته ولما يكلم عن أحشاء الرب بيكلم عن عطفه وحنانه الأمور اللي أنا بيها بفهم القدرة والمعرفة والعطف الله روح أي أنه بدون أعضاء فشخصية الله وقدراته وخصائصه متكاملة تماما بحيث أن شيئا فيه لا يتغير البتة كده نقول الله فوق كل المقيدات الزمنية والعوامل التبعية ويبقى إلى الأبد هو هو لا يتغير أنا الله لا أتغير ورب يسوع قال أنا هو أمسا واليوم وإلى الأبد لا يتغير يبقى الله روح بدون جسد الله روح بدون أعضاء مكونة لهذه الشخصية طيب الله روح أي أنه بدون انفعالات يعني أنا وإنت نؤثر ونتأثر يعني تسحى الصبح مزاجك مش رايق سمعت خبر نكد عليك طول النهار مثلا أو سمعت خبر فرحك طول النهار عندنا عواطفنا تتأثر كثيرا انفعلاتنا ولما نغضب ممكن إرادتنا تتحرك نجد إنه إحنا يعني التأثير بتاعنا يؤثر على إرادتنا بتلاقي مثلا إنسان يثور يغضب الظروف تتحكم فيه هو لا يتحكم في الظروف الظروف هي لا تتحكم فيه فالأمون لأن الله لا يتأثر ليس عنده فعلات ده حقي لأن الله ليس كسد ليس مادة هو كليه المحب كليه القداسة كليه الرحمة لكن لا ليس كالإنسان الذي تتأثر انفعلاته بالظروف والأحوال والأشخاص والأحداث ده معنى أن الله روح طيب تسألني تقول لي طيب يا أخي ما الملائكة أرواح فما هو الفرق بين الله والملائكة الملائكة يعني نبنى من الملائكة أرواح وعلى فكرة الإسلام بيؤمن أن الروح القدس هو جبريل and it's very weird لكنها الحقيقة يعني الفرق كبير ما بين الله كونه روح والملائكة كونها أرواح الملائكة كلها مخلوقة مخلقون أما الله فهو روح غير مخلوق هو أزلي هو الموجود بذاته الذي لا يتغير فالله ليس هناك سبب أوجده الملائكة هناك من أوجدها وهو الله عندما خلقه الملائكة محدودة لا توجد ملائكة غير محدودة يمكن قدراته تفوق قدرات الإنسان وإمكانياتهم تفوق إمكانيات الإنسان لكنه الملائك محدود محدود وما بتلاقيش ملائكين ملائك موجود في حتتين مرة واحدة هو ممكن يبقى موجود يعني في كل منطقة بس بسرعة بيتنقل لكنه لكنه لا يمكن أن يكون موجود في كل حتة ولأنه محدود فهو قابل للفناء أما الله فهو غير محدود وغير قابل للفناء الملائكة قابلة للفناء أما الله فهو روح غير قابل للفناء وغير محدود ده اللي فرق فرق كبير جدا بين الله كونه روحا والملائكة كونها أرواح طيب ودي حية أخرى كون أن الله روح فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نصوره في صور أو تمثيل لا يمكن لا تصنع لك تمثالا منحوطا لا يمكن وإذا عملنا كده إحنا خطاة تنظر الله لأن الأمم كانت بتعمل كده والأوثان بتاعتهم شكل أمر شكل شمس شكل تور شكل عجل شكل امرأة شكل رجل فقاليحتهم مادية هم اللي بيصنعوها وهم اللي بيشكلوها وهم اللي بيصنعوا لها صور وهم اللي بيحطوها في تمثيل أما الله فمختلف لا يمكن أبدا سواء في العهد الأديم أو العهد الجديد أن نضع الله في صورة أو تمثال نهائي هتقول لي أما الله إيه صورة المسيح اللي أنتو يعني دايما بتحطوها ولكنه كلمة الله الأزلي عندما صار إنسانا وحل بيننا أخذ صورة الإنسان الكامل لكن نحن لا نعبد صورة ولا نعبد تمثلا وأي صورة للمسيح هي صورة تخيلية وليست صورة تعبدية تخيلية ولا ينبغي لنا أن نعبد صور أو تمثيل لأن دي خطية بيسميها الكتاب عبادة أو ثان سألوش مني أي إنسان بيتبارك بصورة أي إنسان بيتبارك بتمثال هو بيعبد وثن وليس له أي علاقة بكلمة ربنا لا بالعهد القديم ولا بالعهد الجديد لأن الوصية واضحة لا تصنع لك تمثالا منحوطا ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض طيب أجي إلى الحقيقة الثانية قلنا أن الله روح ودي حقيقة مهمة جدا في شخص الله ودي حقيقة أساسية في إيماننا المسيحي كلمنا عن مين هو الله الله روح الحقيقة الثانية هي حقيقة أن الله نور الله نور مش موجد النور هو نفسه نور يقول لنا كده يحنى في أصحاح واحد يحنى الأولى وهذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة يعني إن الله نور هل الله يعني شعاع كده بيختارك الأجواء الفضائية ولا يعني إيه الله نور الله نور هنا بنتكلم عن حقيقة الله في كونه نقي نقائه الأخلاقي نقاء مطلق مطلق لا يوجد فيه نقاش الله ما فيهوش عيب ولا يوجد فيه نقص في المعرفة كل شيء فالله مطلق ونقاءه وقداسته نقاء مطلق وعش كده كلمة ربنا بت بتنزرنا وتقول لنا كلام مهم جدا عن إنه الله ليس لها علاقة بخطيط الإنسان ولا بسقوط الإنسان خالص الله قدوس وبار وكل أعماله هي أعمال قداسة والبر شكده في الرسالة إلى رسالة يعقوب في أصحح واحد في الرسالة دي في أصحح واحد بلوم أوع حد أوع إن انت لما تجرب وتسقط في الخطية تقول إن الله هو اللي جربني ليه؟ لأن الله نور كامل النقاء كامل السمو الأخلاقي عشان كده يقول لنا في هذه الرسالة في أصحح واحد وفي عدد 13 رسالة يعقوب يقول إيه؟ لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله ليه؟ لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحد يعني الشرور لا تقترب لله الشرور نفسها الله لا يفكر فيها أنا وإنت نفكر في الشرور لأن إحنا ساقطين كائنات ساقطة أما الله فلا يفكر في الشرور ولا تقترب إليه الشرور هو لا يجرب بالشرور أبدا وهو أيضا لا يجرب أحدا بالشرور يعني إيه المقصود بالجزء ده؟ اشرحوا لحضراتكم أفترض أن أنت بتشتغل أمين صندوق في بنك أو محاسب في بنك محاسب في بنك وكل يوم بتتعامل مع الفلوس دخلة وخرجة وحسابات ورزم وعملات مختلفة جيت جيت في مرة وإنت في البنك وإيسكت آخر موظف يمشي وليت صاحبك اللي مسؤول عن الخزنة نسي الخزنة ما قفلهاش وإنت في ضيقة في ضيقة مادية كبيرة فقلت في بالك إيه ده أكيد ربنا هو اللي خلاه ينسى إنه يقفل الخزنة ده ربنا عارف ظروفي وعارف أحوالي وعارف احتياجي فربنا خلاه ينسى إنه يقفل الخزنة ومددت إيدك الخزنة وخدت المبلغ اللي أنت عايز تغل ومشيت كويس انت هنا حرامي ببساطة لس خدت حاجة مش بتاعتك بس لأنك شرير قلت إيه ما هو ربنا لو ما كانش عايز نسرق ما كانش يساب صاحب المسؤول عن الخزنة يساب مفتوحة ربنا ما لنوش علاقة لا يقل أحد إذا جرب بهذا بهذا الشر السرقة إنه الله هو اللي جربه لا في المساحية ما عندناش الكلام ده المساحية ما فيهاش الكلام ده نهائي أنت جرب وقعت في الخطية لا تلوم ربنا على التجربة بتاعتك وعلى الخطية لأن الخطية دي يقول عنها الكتاب ولكن إذا جرب ولكن كل واحد يجرب إذا انجزب وانخدع من شهوته ثم الشهوة إذا حبلت ثلث قطية والخطية إذا كملت تنتج موتا لا تضلوا يا إخوة الأحباء يعني أنت أساسا سرقت لأن جواك كان شهوة وكان جواك انجزبت وانخدعت لشهوتك وعملت الخطية إنك سرقت وانحقك إنك تروح السجن ولو روحت السجن يبقى عادل من الله أو تبقى متخنق مع مراتك في البيت وروحت الشغل لقيت الموظفة اللي جنبك بتقولك كلمة حلوة فتماديت سيادتك وأخطأت تقولش ربنا هو لحطها في وشي ربنا ملوش علاقة ده أنت جربت وانجزبت وانخدعت والشهوة بتاعتك حبلت وولدت خطية والخطية دي تقود للموت الله نور الله نور ليس فيه ظلمة البتة ليس فيه عيب البتة كده يقول الله الذي وحده له عدم الموت ساكنا في نور لا يدنى منه الذي لم يراه أحد من الناس ولا يقدر أحد أن يراه الذي له الكرامة والقدرة الأبدية أمين في منساوس الأولى ستة ساكنا في نور لا يدنى منه النور مجيد وعظيم للغاية بحيث لا يمكن لأي مخلوق مهما كان أن يرى الله في كماله ويعيش محدش يقدر يشوف الله في كماله ويعيش محدش فينا يقدر حتى من البشر يحط عينه في الشمس لمدة دقائق كده يقول في مزمون مية أربعة اللابس النور كتوب كأن الله لابسا توبا هذا السوب هو نور وكليه القداسة هو قال كده لا يستطيع أحد أن يراني ويعيش ده لما إشعياء فإشعياء ستة رأى بصيص جز من قداسة الله آية ويل لي لأني هلكت لأن إنسان نجس الشفتين وساكن بين شعب نجس الشفتين الله كليه نقاء الله روح الله كليه نقاء الله مطلق في صفاته الله ليس الماكر ولا المخادع ولا المضل ولا يضل أحدا الله لا يقود الإنسان للخطيئة ولا يقود الإنسان للكذب ولا يقود الإنسان للخداعة ولم يكتب علينا الخطايا كما يدعى البعض أصلا أنا وقعت لأنه ده مكتوب أصلا هو مكتوب علي أنا لازم أعمل ده أفتكر يوم أما كانت الثورة في مصر وقت حكم مرسي اللي حاكمه سانا كان في واحد في مجلس الشعب مش فاكر اسمه ايه بالزبط لكن الرجل ده لأنه سلفي راح عمل عمل عملية تجميل وطبعا حسب الفكر السلفي ممنوع أن أنت تغير في خليقة الله فكاد مناخيره مش عجباه كويس راح عمل عملية تجميل ورجع إلى يعني جلسة مجلس الشعب عمل حاطة مكان العملية طبعا يعني أعلامة كده وقال إيه عشان قال لهم أنا ده أنا كنت ماشي وطلوا علي شوية حرمية ضربوني وكسروا مناخيري طبعا ده كذب والميديا المصرية اكتشفت أنه ده كذب لما وقت في مجلس الشعب يبرر قال لهم أول حاجة أنه ده مكتوب أنه أنا هعمل كده أنه هو بيبرر نفسه أنت بلا عزر الله كامل القداسة كامل البر الله لا يقود للإنسان لإنسان للكذب أو للزنة أو للشر أو للخطيئة كل هذه الأعمال هي من قلب الإنسان من داخل الإنسان تخرج وده اللي علمه لنا الرب يسوع أما أفكار الله من جهتنا هي خير وسلام كل ما هو بار كل ما هو طاهر كل ما هو قدوس ده فكر الله الله نور كويس الحاجة التالتة والمهمة عن الله في الإيمان المسيحي أن الله محبة يبقى الله روح الله نور والله إيه محبة هذه الحقيقة أيضا حقيقة أساسية في الإيمان المسيحي أن الله محبة الله في شخصه محبة نعرى كده في يوحن الأولى خمسة تدام من عدد تمانية يقول ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا الله محبة يعني مرتين ومن يثبت في المحبة يثبت في الله والله فيه الله ليس كر ولا بغض ولا كرهية ولا انتقام وأي إله يعلم بهذا ليس إلها حقيقيا بل شيطانا وده اللي قاله الرب يسوع قال اللي يهود أنتم من أب هو إبليس وأعمال أبيكم تريدون أن تعملوا ذاك كان قتالا للناس منذ البدء أنت بتفكر في القتل آه عادي لأنك انت ابن إبليس أنت بتفكر في الكراهية آه ده طبيعي لأنك انت ابن إبليس أما أولاد الله أما أولاد الله يعرفون جيدا أن الله محبة أن الله محبة شوفوا في الإسلام ما فيش حاجة اسمها الله محبة أوعى تقول أن الله محبة الله في طبيعته ما ينفعش نطلق عليه أنه إله محبة وفي صفاته 99 لا يوجد صفة المحبة نهائي وده اللي بيأكدوا لنا هنا الشيخ الباري ليس محبة الباري ليس محبة لا يجوز أن نقول الله محبة الله سلام لا هذا الكلام شارد عن ضوابط العلمية ولا نقول الله محبة الباري ليس محبة وما ينفعش نقول أن الله محبة وما ينفعش نقول أن الله سلام الباري ليس محبة أما في الإيمان المسيحي فهناك أن الله محبة زي ما الله روح والله نور الله أيضا محبة الله محبة أي أن المحبة ليست مجرد إحدى صفات الله بل هي جوهر كيانه كل ما يفعله الله يفعله بدافع المحبة من أول الخليقة من أول ما نفتح كتير مؤدس ونجد قصة الخليقة إن الله عمل ده كله ليه لأنه أحب الإنسان إن الله اختار إبراهيم ليه لأنه أحب إبراهيم إن الله خرق شعبه ليه من أرض مصر لأنه أحب هذا الشعب إن الله أرسل ليه ابنه وحيد ويسوع المسيح لأنه أحب العالم حقيقة محبة الله الله محبة كل ما يفعله الله يفعله بدافع المحبة المحبة لا تنفصل عن الله لأن الله محبة أما في الإسلام فالله ليس هكذا والمسلم لا يعرف أن الله محب المسلم يعرف أن الله يحب المؤمنين الأقوياء المؤمنين الضعفاء الله لا يحبهم المسلم يعرف أن الله يحب المؤمن اللي يصلي خمس مرات طيب المؤمن اللي بيتعثر في صلواته الله لا يحب طيب الخطاء الله لا يحبهم لا بيحبهم طيب المرضى لا يحبهم الله فكرة الإسلام عن الله هي فكرة داروين كويس أنه ينبغي لنا أن نتخلص من كل ما هو ضعيف نبقي بس الجينات القوية أما الرب يسوع فمكتوب عنه قصب مردودة لا يقصد وفتيلة مدخنة لا يطفئ أحب الكل وما زال بيحب الكل وأعظم برهان أعظم برهان على محبة الله هو صليب المسيح مش كده نقول بما أن الله موجود بذاته فإن محبته ليس لها نهاية هل هناك نهاية لمحبة الله؟ أبدا ده يقول الكتاب محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة لأن الله أبدي فلا يمكن لمحبته أيضا أن يكون لها نهاية هي محبة منذ الأزل الله أحب الإنسان قبل ما يخلقه منذ الأزل ومحبة الله أيضا مستمرة إلى النهاية ولأن الله قدوس فهو جوهر كل طهارة بالعيب ولأن الله غير محدود فهو محبته غير محدودة محبة الله غير محدودة لا يمكن أبدا أن يوجد شيء يحد محبة الله وده اللي أعلمه لنا رب يسوع رب يسوع كان إزهار لمحبة الله برهان لمحبة الله الكلمة المتجسدة التي أتى وأعلن لنا محبة الله من خلال حياته ومن خلال فدائه هل هناك حب ممكن يكون أعظم من أن يضع إنسان نفسه لأجل أحبائه ما فيش يقول بوليس الرسول كده في رميا أن الله بيّن أزهر محباته لنا وإذ ونحن بعد خطاة مات المسيح من أجلنا مسيح مات مش لأن إحنا كويسين مسيح مات من أجل خطاة من أجل خطاة ودي الحقيقة اللي بنجدها واضحة جدا في كلمة ربنا يعني في يحنى أصحاح 3 وعداد 16 آية المعروفة لنا كلنا هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية دي محبة الله محبة الله ظهرت في صليب يسوع المسيح عش كده في رميا لما يكلمنا الرسول بوليس عن محبة الله وفداء المسيح يوصف الإنسان الخاطئ بأكثر من وصف يقول إيه يولفى عدد 6 من رميا 5 لأن المسيح إسكننا بعد ضعفاء يبقى إحنا أول وصف لنا نحن إيه؟ ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار يبقى إحنا مش بس ضعفاء مش قادرين نخلص أنفسنا لكن كمان إحنا إيه فجار نفعل الإثم ونتعدى وصايا الله والفاجر هو الذي يتحدى الله بخطياته يعني زي ما إحنا بنقول يعني ارتكى بالجريمة وهو عارف أنها جريمة عن قصد فأنا كإنسان ضعيف ما أعرفش أخلص نفسي وده اللي بيحاول يعملوا الإخوة المسلمين النهاردة هو بيحاول يخلص نفسه وهو على فكرة سنسير في اللي بيعمله يعني جاد هو عايز يخلص طيب يعمل إيه هسوم شهر رمضان هصلي خمس مرات هعمل كذا هعمل كذا ده حتى يعني بيتتبع كل الإرشادات يعني ده فيه دكتوراه يعني عمولة على الزرات يعني أنه متى يصح ومتى لا يصح لأنه لا حتى لا تفسد صلاتك عايش في رعب عايش في رعب وفي الآخر ما هوش ضامن برضو ما عندوش الضمان نحن كنا ضعفاء وفجار بعدين يقول فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار ربما لأجل صالح يكسر أحد أن يموت ولكن الله بيّن محبته لنا الله أزهر الله أزهر محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاء وده صفة الرابعة يعني أنا ضعيف وفاجر وخاطي وعدو لله المسيح ولكن الله بيّن لنفيش حد أصحّا صحيح الجميع شوهتنا الخطيئة بالخطيئة حبلت بيّم أنه أنا ولد ولد منفصل عن الله وعش كده أرسل الله ابنه وحيده يسوع المسيح حبائي الثلاث حقائق دول عن الله بيقدم لنا الله الذي هو روح الله الذي هو نور الله الذي هو محبة وهذه الحقائق بتجعل الله منفصل ومختلف عن طبيعة الله اللي بيقدمها الإسلام أو أي دين آخر وهذه ليست من اختراع إنسان هذه من إعلانات الكتاب المؤدس عن شخص الله عشان كده معرفتنا لهذا الإله وانا هتكلم في حلقات تانية عن طبيعة الله وعن الثلوس واشرحه كويس لكن الحلقة دي بتكلم فيها عن إنه الله في الإيمان المسيحي مختلف الله روح الله ليس جسد ليس مادة غير مكون من أجزاء غير مكون من أجزاء الله طاهر كامل النقاء ليس فيه عيب البتة الظلم البتة الله فوق ده كله محب وعش كده أرجع لي أول سلايت حطيته لحضراتكم اللي قال فيه هذا الوعز إن أعلى علم وأسمى تأمل وأعظم فلسفة والتي يمكن أن تلتفت انتباه تلفت انتباه أحد أبناء الله على الإطلاق هو دراسة اسم وطبيعة وشخص وعمل وأفعال ووجود الإله العظيم الذي أحبنا والذي جعلنا أبناء له لأن كلمة الله بتقول لنا وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله نكمل في الحلقات اللي جاية فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر